قامت هيئة الهلال الأحمر الإمارة بتسليم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية إلى مركز مول الليمة الصحي بمديرية الديسة الشرقية وتمت عملية تسليم الأدوية بحضور مدير مكتب الصحة بالمديرية حسن بن ربيد الذي أشاد بالدور الفعال الهيئة في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين مؤكدا على أهمية هذه المساعدات في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المناطق النائية ترجمة نانسي قنقر